بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مقرر الرياضة المالية نتابع في الوحدة الثالثة عشر تسوية الديون واستبدالها حيث بينا أن هذه الحالة تتضمن حالتين رئيسيتين وهما تسوية مجموعة من الديون القديمة بدين واحد الحالة الثانية هي تسوية مجموعة من الديون القديمة بمجموعة من الديون الجديدة اليوم في هذه المحاضرة سيكون موضوعنا الحالة الرئيسية الثانية وهي تسوية مجموعة من الديون القديمة بمجموعة جديدة من الديون حيث يتم تطبيق القاعدة القيمة الحالية للديون القديمة تساوي القيمة الحالية للديون الجديدة مثال 31 استبدل شخص الديون التالية بدينين متساويين إذن الديون التالية هم مجموعة من الديون اللي هم العشر آلاف والخمس آلاف تم استبدالهم بدينين متساويين يستحق الأول بعد سنتين ويستحق الثاني بعد أربعة سنوات من تاريخ الاتفاق علما بأن التسوية تمت بمعدل عشر بالمية سنويا المطلوب احسب قيمة الدينين الجديدين سنقوم بتمثيل هذه الحالة برسم خط الزمن الديون القديمة عندي عشر آلاف تستحق بعد ثلاث سنوات هذه عشر آلاف تستحق مع نهاية السنة الثالثة وعندي خمس آلاف تستحق مع نهاية السنة الخامسة هذه الديون القديمة تم استبدالها بدينين متساويين من حيث القيمة الاسمية لهما فالدين الأول قيمته X والدين الثاني أيضا قيمته X الدين الأول يستحق بعد سنتين من الآن أو من تاريخ الاتفاق والثاني يستحق بعد أربع سنوات كلاهما له نفس القيمة يعني X إذا افترضنا أنه قيمة الدين الأول X فقيمة الدين الثاني أيضا X لأنهما متساويين طبعا لاحتساب قيمة الدينين الجديدين نطبق القاعدة القيمة الحالية للديون القديمة تساوي القيمة الحالية للديون الجديدة طبعا الديون الجديدة عندي X يستحق بعد سنتين وX يستحق بعد أربع سنوات X مضروبة في واحد وعشر في المية للقوة ناقص ثنين هذه القيمة الحالية للدين الأول الذي يستحق بعد عامين أما X في واحد زاء في واحد وعشر في المية للقوة ناقص أربعة فهذه القيمة الحالية للدين الجديد الثاني الذي يستحق بعد أربعة سنوات مجموع القيمة الحالية للدين الأول والدين الثاني الديون الجديدة مجموع القيمة الحالية تساوي القيمة الحالية للديون القديمة اللي هي عشر آلاف مجموع القيمة الحالية للديون القديمة يساوي مجموع القيمة الحالية للديون الجديدة اللي هي عشر آلاف في واحد وعشرة في المية للقوة ناقص ثلاث وخمس آلاف في واحد وعشرة في المية للقوة ناقص خمسة طبعا كل واحد حسب استحقاقه الآن 11% للقوة ناقص 2 هذه قيمة جدولية في جدول القيمة الحالية لريال تحت 10% مقابل زمن مقداره 2 طبعا القيمة هي 0.826 القيمة الجدولية 11% للقوة ناقص 4 هذه أيضا موجودة في جدول القيمة الحالية لريال 1 تحت 10% ومقابل 4 دورات مقدارها 0.638 11% للقوة ناقص 3 مقدارها 0.751 وهي قيمة جدولية في جدول القيمة الحالية لريال والمقدار 11% للقوة ناقص 5 أيضا هو قيمة جدولية في جدول القيمة الحالية لريال ومقدار هذه القيمة الجدولية 0.621 عمليات حسابية بعد إجراء عمليات الضرب في القيمة الجدولية منلاحظ أن القيمة الحالية للدين الأول هي 7510 القديم طبعا هذا من الديون القديمة القيمة الحالية للدين الثاني القديم 3105 مجموعهم 10615 طبعا هون منقوم بأخذ X عامل مشترك ومنضربها في مجموع المقدارين فاصلة 826 زائد فاصلة 683 المجموع هو 1.509 مضروب طبعا في X اللي هو العامل المشترك عمليات حسابية بسيطة نحصل على أن قيمة X تساوي 7034 ريالا X تساوي 7034 ريالا ماذا تعني؟ تعني أن هناك دينين قيمة كل واحد منهم 7034 الأول يستحق في السنة الثانية والثانية يستحق في السنة الرابعة 7034 7034 هذول دينين جديدين سنستبدل بهما الديون القديمة اللي هي العشر آلاف والخمس آلاف العشر آلاف اللي بتستحق بعد ثلاث سنوات والخمس آلاف اللي بتستحق بعد خمس سنوات هذه الديون القديمة ستلغى وسيحل مكانها 7034 الأول في السنة الثانية في نهاية السنة الثانية والثاني في نهاية السنة الرابعة اشتركوا في القناة